في هذا المحور نتحدث عن البعد العسكري والاستراتيجي للمعارك في قطاع غزة ورحب بضيفي نضال بيك أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي مساء الخير مساء الخير سيدي وأنا بدي أبدأ من حيث قبل الفاصل خرجنا كنا نتابع من غلاف غزة إضاءة إنارة وقنابل مضيئة وتركيها قوات الاحتلال فوق مناطق غلاف غزة فوق مناطق أقصى شمال القطاع وهذا مشهد لم نعتده مؤخرا عشان أكون دقيق في بداية الحرب كنا نتابع هذه المشاهدين يوميا اختفت فترة طويلة تعود اليوم هل من إضاءة عسكري لما يحدث في غلاف غزة وشمال القطاع يعني من ساعات تقريبا مغرب اليوم بدأ هناك تسريب لبعض المعلومات غير الموثوقة وغير المؤكدة أنه يبدو أننا أما أن قوات الاحتلال تستشعر خطرا ما وبالتالي هناك حدث أمني في مناطق غلاف غزة أو في مناطق الشمال من قطاع غزة وبالتالي نحن أمام مشهدينا نعتقد إما أن هناك عملية قد تكون عملية تسلل من قبل قوات المقاومة قد نجحت أو أنها تحضر للنجاح للتقدم باتجاه بعض المناطق في الغلاف أو أن هناك عملية تجاه مناطق الإمداد اللوجستي لقوات الاحتلال أنا أرجح السيناريو الثاني وهو أن قوات المقاومة بدأت أو أرادت التقدم باتجاه قواعد الإسناد اللوجستي لا ننسى أن هناك ثلاث قواعد إسناد لوجستي في غلاف غزة في كوسوفيم هناك قاعدة إسناد لوجستي في قاعدة رعيم في غلاف غزة هناك قاعدة إسناد لوجستي وفي شمال قطاع غزة هناك قاعدة زكيم وبالتالي بما أن طلقات الإنارة بهذه الكثافة التي شاهدناها اليوم وبهذا المشهد يبدو أن هناك عمليات بحثة وتفتيش أو عمليات إضاءة للمنطقة من أجل أن تقوم الوسائل الفنية أو كاميرات المراقبة بتتبع أي حدث أمني موجود هناك أنا أرجح الحدث السيناريو الثاني أن هناك عملية استهداف للقواعد الإمداد اللوجستي وهذا ما يدعي أن هناك مؤشرات تعزز هذا الخيار وهي المؤشرات سنتكلم عنها في حديثنا عن العملية البرج لا أنا حديثني نعم تبعين الصورة حتى إذا ما عاد يعني إذا ما شهدنا هذه العملية لاحظ أن هناك عمليات إنارة بالكامل هم يريدون إضاءة المنطقة وبالتالي يبدو أن هناك أيضا قوات على الأرض تقوم بعمليات بحث وتفتيش بالإضافة إلى الوسائل الإلكترونية لذي تخدمها قوات الاقتلال وبالتالي أنا أرجح أنت ليش بترجح اليوم ليش اليوم بتقول أو بتعطي انطباع عسكري أن هناك ما يحدث وعليه هذه العمليات تتم وترجح خيار ضرب البعد الاستراتيجي والامدادات العدول لماذا ترجح هذا الخيار؟ أنا أرجح هذا الخيار لأنه اليوم تم نشر معلومة ومن قبل قوات الاحتلال على إعلام الاحتلال تم نشر معلومة بأن هناك عملية تزويد للقوات الموجودة غرب خان يونس بالطائرات أي بمعنى أن قوات الاحتلال عاجزت عن التزويد البري لقواتها الموجودة في محيط خان يونس فقامت بعمليات إنزال جوي للمعدات وللإسناد اللوجيستي بالطائرات بالمناسبة هي استخدم الطائرات C-130 المتطورة وهذه الطائرات تتبع للسرب 103 من قاعدة وتوجه هذا السرب من قاعدة سليم فيه تقريبا قريبا بئر السبع وبالتالي عندما نقول أن قوات الاحتلال قامت بتزويد قواتها من خلال الطائرات بعملية إنزال للمساعدات غرب خان يونس هذا يعني إما أن قوات الاحتلال موجودة في هذه المنطقة ولا تستطيع إيصال خطوط الإمداد اللوجيستي لقواتها بسبب أن قوات المقاومة تستهدف الخطوط الإمداد والذيل الإداري للقوات الموجودة في محيط خان يونس وبالتالي لذلك أنا رجحت أن عملية الإنارة لهذه المنطقة يبدو أن المقاومة تمددت أكثر من محيط خان يونس وحاولت الوصول إلى قواعد الإسناد اللوجيستي الموجودة في رعيم أو الموجودة في كوسوفيم أن التحدث عن الفيديو الذي بثته بثه الجيش الإسرائيلي اليوم لإمداد أو تزويد قواته بالطائرات في خان يونس بالعتاد والمؤن وهذا دليل واضح أن خطوط الإمداد بوجه نظرك عسكريا متقطعة على أقل تقدير أو تشهد خللا ما لا يسمح بإيصال المطلوب للقوات المتقدمة نعم وأن المقاومة نجحت بالوصول إلى قطع خطوط الإمداد لقوات الاحتلال كنا نركز دائما من شاشة نبض البلد أن المقاومة تركز كثيرا على الذيل الإداري للقوات وبالتالي استخدمت هذا التكتيك في الشمال ونذكر تماما حين قلنا أن الذيل الإداري أصبح طويل لقوات الاحتلال وبالتالي استهدفت المقاومة هذه الخطوط حتى خارج بيت حنون وبيت لاهي أنا ذاك واستهدفتها في مناطق الغلاف غزة الشمالية الآن هي يبدو أن المقاومة تتبع نفس التكتيكات تستهدف خطوط الإمداد وبالتحديد على طريق عبسان وعلى طريق صلاح الدين وبالتالي عجز الاحتلال عن إيصال التزويد والإمداد لقواته لذلك اضطر لاستخدام الطائرات لتزويد قواته هذه مادة نشرتها كتائب القسام قبل ساعة بالأكثر من الآن وهذه تتحدث القوات فيها أنها تدك حشودا لقوات الاحتلال بقضائف الهول وبيدي أسمع تعقبك عسكرية على ما تتابع يعني هذه المشاهد تشير إلى ثلاث نقاط رئيسية النقطة الأولى أن قوات المقاومة لا تزال في وضع جيد جدا في كل حلقة نقول أن القوات من خلال المشاهد التي يتم تسريبها نقول أن القوات في وضع جيد جدا بل أن القوات تستطيع التحكم بمشهد العمليات هناك ملاحظين على هذه المقاطع لاحظ الطريقة والراحة التي يتمتع بها عناصر المقاومة في تنفيذ هذا النوع من العمليات لا يوجد إرباك معين وهم غير مستعجلين في تنفيذ مهمتهم ينفذوها براحة كاملة ويقومون بالتدقيق في الإحداثيات على أنظمة ضبط الرمية الموجودة في مدافع الهاون 81 مم وهي بالمناسبة هذه المدافع التي استخدمها المقاومة وبالتالي هذا النوع من الراحة والقيام بتنفيذ العملية ومن خلال مناطق مخفية مثل هذا الموقع الذي ظهر في الصورة مباشرة وبالتالي أنا أعتقد أن المقاومة بما أنها تتمتع بهذا الجو المريح والتي تنفذ عملياتها بأريحية كاملة أعتقد أنها ليست تحت ضغط العمليات أي أنها خارج منطقة العمليات الرئيسية في المنطقة التي قامت بقصفها بمدافع الهاون يعني هذا فيديو الذي نشر اليوم عسكرياً يقرأ بجانبين الأول المقاومة في يعني مرتاحة أكثر على أقل تقديراً ونحن نشاهد فيديوهات أخرى في مناطق مستعجلة النقطة صفر يكون الضرب المغادرة بسرعة تغيير المواقع كان سريعاً الثلاثيات كما أسميتها في الفرق التي تعمل على المسح الميداني والمهاجمة الميدانية لقوات احتلال النقطة صفر وأيضاً النقطة الثانية أن هذه المدافع التي استخدمت اليوم هي ليست قريبة من الحشود هي بعيدة وتأخذ راحتها وتضع الإحداثيات بدقة وتصيبها إن صح التعبير طبعاً نحن ما شكنا إصابات صحيح هذه مدافع الهاون 181 مليمتر وبالتالي هناك مقطع ظهر قبل قليل يبدو أنها عملية ليلية وقد أكدنا في حلقة يوم أمس أن هناك أيضاً في صورة ليلية وثلاثينتين نهرية صحيح ويوم أمس أيضاً شاهدنا مقطع لعملية ليلية وبالتالي هذا يؤكد على أن المقاومة تنشط في الليل كثيراً ويؤكد أكثر أن قوات الاحتلال أحياناً تستخدم طلقات الإنارة بشكل كثيف ليست لإنارة المنطقة في منطقة العمليات ليست لإنارة المنطقة لأنها تتمتع بتكنولوجيا عالية وأجهزة رؤية ليلية واستشعار ولكن عندما تستخدم قوات الاحتلال هذا المشهد الليلي هذا المشهد الليلي تستخدم قذائف الإنارة هي تريد تخليص قواتها من اشتباك يكون هذا الاشتباك حاسب وبالتالي هذا النوع من العمليات التي ظهرها بالمقاطع أعتقد أنه يعطي التصور أنا بدي أسألك سؤال يعني يعطي التصور وعذر المنطقة خبيراً عسكرياً لكن مما نتابع مش عندهم منظير ليلي ويقدروا يشوفوا بالليلة براحتهم عشان نحكي معك بصراحة الاحتلال نعم الاحتلال ليس فقط منظير الليلية هناك كاميرات موجودة على هناك ست شاشات موجودة على دبابات المركبة وهناك أجهزة استشعار عن بعد قديش على دبابة المركبة؟ داخل دبابة المركبة هناك ست شاشات لست كاميرات مركبات خارج دبابة المركبة وبالتالي هو يستطيع مراقبة المحيط بالكامل ليلة نهاراً وهو داخل الدبابة هناك منظير رؤية ليلية على البنادق وشاهدناها في مقاطع عديدة هناك أجهزة استشحارة عن بعد طائرات الكود كابتر طائرات الاستطلاع الصغيرة ويقال عنها أو توصف بأن الطائرة الأخرس لأنه لا يوجد صوت لها الكود كابتر وبالتالي هذه الطائرة أيضا لها أجهزة رؤية ليلية ولكن لماذا تقوم قوات الاحتلال أحيانا بإنارة المنطقة هذا ما يعزز كلامي أنه رغم التكنولوجيا العالية وأجهزة الرؤية الليلية العالية إذن تقوم القوات الاحتلال بإنارة المنطقة لأن قواته تكون في حالة إرباك شديد جدا من استخدام هذه الوسائل الفنية لأنها تكون مشتبكة وتريد تخليص هذه القوات من عمليات اشتباك شديدة العمليات الميدانية كيف شكلها على خارط اليوم اليوم في استداف واضح على ما يبدو من جديد لمستشفيات خانيونس نعم نحن أمام مشهد لا يزال يتصاعد في العمليات العسكرية هناك إصرار محموم من قبل قوات الاحتلال على الوصول إلى إنجاز ما سواء في شمال قطاع غزة أو في خانيونس هذا الإصرار مربوط بالكثافة النارية التي استخدمها قوات الاحتلال من الطيران اليوم هناك شيء ملفت في المنطقة الجنوبية فقط ثم أعود إلى سؤالك أستاذ محمد قوات الاحتلال نجحت في الوصول إلى بعض المناطق الحاكمة والمرتفعة مثل تل الزعتر ومناطق أخرى قريبة من تل الزعتر وهي بالمناسبة ليست شديدة الارتفاع لكنها مرتفعة نسبيا ومن هنا زجت بالمدفعية الإسرائيلية وهي لأول مرة تصل المدفعية الإسرائيلية إلى قلب قطاع غزة أنا أقول بطاريات المدفعية أي قطع المدفعية سابقا كانت المدفعية تقصف مواقع داخل قطاع غزة من خارج قطاع غزة من غلاف قطاع غزة لكن اليوم هناك العديد من المعلومات التي وردت على مواقع وتقاطعت المعلومات مع بعضها أن المدفعية الإسرائيلية وصلت يبدو إلى تل الزعتر وتمركزت في بعض المناطق الحاكمة والمرتفعة وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال تحضر لإسناد عملياتها بالمدفعية عوضا عن الطيران في حالة طقس السيئ والذي يبدأ من يوم غدا لغاية يوم الجمعة الطقس السيئ ونحن نتكلم عن منطقة ساحلية هناك الضباب شديد وتنعدم الرؤية بالنسبة للطائرات وأجسد السحار وبالتالي سيتم تعويذ ذلك بالمدفعية التي تم توضيحها وتمركزها على المناطق الحاكمة مثل تل الزعتر والتي قد تكون تفني المقاومة تمام في هذا الموقع يعني أعتقد المدفعية من الصعوبة بمكان أن المقاومة قد تستهدفها لأن طريق التوضيع بطاريات المدفعية تكون بطريقة دفاعية كبيرة جدا ويحيط بها أيضا مواقع دفاعية قد تستهدف المقاومة بقذائف الهاون أو بالربي جي ناين أو بالتاندم من بعد لكن الوصول إليه قد يكون له صعوبة نوعا ما هذا إذا ما تعلق بتمركز المدفعية لكن ماذا على الأرض هذا ثابت هذا الأمر هذا الأمر أستطيع أن أؤكده أن بطاريات المدفعية دخلت اليوم إلى عمق قطاع غزة وبالتحديد إلى مناطق الشمال وتمركزت في تل الزعتر أي نتكلم عن 2 إلى 3 كيلومتر شرق مدينة جبالي وهذا ما يؤكد أن القوات الإسرائيلية يبدو أنها تخطط لإسناد العمليات من خلال المدفعية إن تأكدت هذه المعلومة بنسبة 100% أنا أعتقد أننا سنشهد عمليات قصف شديدة جدا لمخيم جباليا والشجعية الذي لا يزال لغاية الآن يستعصي على قوات الاحتلال لدخوله دعني فقط أعرج على نقطتين فيما يتعلق بجباليا رغم كل التصريحات الإسرائيلية وتصريحات جيش الاحتلال بأن هناك وصول إلى عمق جباليا أؤكد لك أن من وصل من قوات الاحتلال إلى منطقة جباليا وصلوا إلى شارع يعرف بشارع بغداد إلى أطراف شارع بغداد وسمحت لهم المقاومة بالوصول إلى هذا الشارع ووقعت إصابات كثيرة في قوات الاحتلال ظهرت من خلال المقاطع التي بثتها المقاومة اليوم مع ساعات المغرب بالنسبة للشجاعية لا تزال الشجاعية في وضع جيد جدا لكن يبدو أن المقاومة تعرضت لخسار بسبب القصف الجوي لكن هل استطاعت قوات الاحتلال الدخول إلى الشجاعية؟ لا يوجد أي مصدر محايد أو معلومة تؤكد أن قوات الاحتلال وصلت إلى الشجاعية البعد على الخريطة الحركة على الخريطة كيف صارت اليوم؟ إذا ما ذهبنا إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة وهي منطقة العمليات الرئيسية أستطيع أن أقول وهي منطقة خان يونس اللي ظاهر أمامنا على الخرطة أستطيع أن أقول أننا نحن الآن أمام معركة أطراف خان يونس وليس معركة خان يونس لا تزال قوات الاحتلال في مناطق خان يونس على طريق عبسان وصلت إلى أطراف خان يونس منذ يوم أمس لم تستطع قوات الاحتلال التمركز أو التقدم إلى أي منطقة نستطيع أن نقول اليوم أن قوات الاحتلال دخلت إلى عمق خان يونس يوم أمس قلنا من 24 ساعة إلى 48 ساعة قد تنجح قوات الاحتلال بالدخول لكن لغاية هذه اللحظات لم تنجح قوات الاحتلال بالدخول إلى عمق خان يونس ولا تزال تناور في محيط خان يونس على شمال خان يونس يبدو أن قوات الاحتلال نجحت في عمل قوس التطويق ولا تزال موجودة في منطقة منتزه البلدية شرق خان يونس على الخارطة المباشرة تعدت بني سيلا وهي موجودة على تخوم خان يونس في هذه المنطقة وبالتحديد بالقرب من المركز الثقافي الموجود على مفترق طريق صلاح الدين مع خان يونس هنا أود أن أقف قليلا عند عمليات خان يونس في الجهة الغربية بالتحديد بالقرب من مستشفى ناصر هنا حدثت الإعلان الذي أعلن عنه اليوم قوات الاحتلال وصدر ذلك بفيديو مسجل نشر على موقع عزارة الدفاع للاحتلال عملية الإنزال الجوي التي حدثت في هذه المنطقة بالتحديد أستطيع أن أؤكد أن قوات الاحتلال يبدو أنها عجزت عن إيصال الإمداد لقواتها في المنطقة الغربية من خان يونس وفي المنطقة الشمالية من خان يونس بسبب قطع خطوط الإمداد أنا أستبعد أستبعد دقة الإعلان الإسرائيلي لأنه يبدو أن الإعلان الإسرائيلي جاء ليموه بعض المشاهد وبعض المواقع أنا أعتقد أن عملية الإنزال للقوات لم تحصل في غرب خان يونس بل حصلت في شرق خان يونس وبالتحديد عند بنيسيلا السبب في ذلك وأستطيع أن أؤكد ذلك أن القوات الإسرائيلية لم تصل لغاية هذه اللحظة إلى غرب خان يونس هذا أولا ثانيا أن القوات الإسرائيلية في غرب خان يونس خطوط الإمداد لها مفتوحة من خلال طريق صلاح الدين ومن خلال طريق جمال عبد الناصر الموجود يمين طريق صلاح الدين لكن أين القوات الموجودة والتي يمكن للمقاومة التحكم فيها بمشهد الإمداد اللوجستي هي القوات الموجودة على الجهة الشرقية من خان يونس وبالتحديد عند بنيسيلا وبالتالي بما أن قوات الاحتلال تذكر وأعلنت أكثر مرة أن هناك قتال في خزاعة وأن هناك قتال في بنيسيلا وأن المقاومة لا تزال موجودة في هذه المنطقة أنا أعتقد أن خط الإمداد الرئيسي القادم من كوسوفيم باتجاه عبسان باتجاه هذه القوات الموجودة شرق خان يونس هي هذه القوات التي انقطعت بها السبل من وصول الإمداد لها لذلك قامت قوات الاحتلال بإنزال الجوي لهذه القوات بالإمداد والإمدادات اللوجستية لكن لماذا أعلنت قوات الاحتلال أن الإمداد حصل في غرب خان يونس وليس في شرق خان يونس هي أرادت أن تموه عن اتجاه العمليات الرئيسية أرادت أن تموه أن قواتها في المنطقة الشرقية من خان يونس مقطوعة بها السبل ولا يمكن إيصال المساعدات لها بالمناسبة هي هذه أول عملية إنزال للمساعدات تقوم بها قوات الاحتلال منذ عام 2006 آخر عملية إنزال كانت لقوات الاحتلال كانت في جنوب لبنان وبالتحديد في مزارع شبع حين حصرت قوات الاحتلال الآن ذلك في حرب التي عرفت بحرب تموز مع حزب الله وبالتالي عندما نقول أن القوات أجبرت قوات الاحتلال أجبرت على عملية إنزال في هذه المنطقة هذا يعطي مؤشر كبير على شدة القتال وعلى كفاءة المقاومة في قطع خطوط إمداد لقوات الاحتلال في هذه المنطقة بالتحديد وإيه منطقة 24 ساعة القادمة إلين تتجه؟ يعني أعتقد خلال 24 ساعة القادمة قد نشاهد مشهدين المشهد الأول من قبل قوات الاحتلال والماكنة الإعلامية لقوات الاحتلال ستعلن كثيرا وخاصة قبل قليل انتهى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي وسمعنا الكثير من البروبغاندا والبيانات من قبل يو آف جالنت وزير الدفاع أو من قبل رئيس الأركان أو من قبل جانتس أحد أعضاء مجلس الحبر أو من قبل نيتنياهو نفسه وبالتالي بعد اجتماع مجلس الحرب أعتقد أن الماكنة الإعلامية الإسرائيلية والسوشال ميديا بالتحديد ستعلن الكثير عن الوصول إلى قلب خان يونس احتلال خان يونس الدبابات الإسرائيلية تتجول في شوارع خان يونس لكن على الأرض على الواقع أعتقد أن المقاومة لا تزال تتمتع بقدرة عالية جدا على جر قوات الاحتلال إلى مناطق الكمين والتقتيل وأشرت لها من حلقتك يوم أمس حين قلنا أن التكتيك الجديد الذي بدأت تتبع المقاومة هو البوبي ترابس أو مصائد المغفلين اليوم والإعلان صدر من قوات الاحتلال أن خمس جنود من قوات الاحتلال بينهم ضابط قتل بمحاولة لفتح نفق موجود في منطقة خان يونس وهذه العملية تعرف بعمليات البوبي ترابس أو مصائد المغفلين التي تستخدم في عمليات الدفاع من قبل المدافع في المناطق المبنية وبالتالي أعتقد أن الأربعة وعشرين ساعة القادمة لن تكون هادئة سنسمع كثيرا عمليات قصف جوي القوات الاحتلال ستحاول تخليص قواتها في الجهة الشرقية من خان يونس وفتح خطوط الإمداد لذلك سنسمع كثيرا عن طريق عبسان سنسمع من خزاعة سنسمع عن بنسيلا وطريق عبسان لأن قوات الاحتلال ستعمل جاهدا على تخليص قواتها وفتح خطوط الإمداد بهذا الاتجاه الخبير الاستراتيجي نضال أبو زيد أشكرا كل الشكر على وجدك معنا ليلة نرقب الأربعة وعشرين ساعة القادمة وكيف سيكون التطور ميدانيا غدا أشكرا كل الشكر على وجدك كل شكرا سيك